مرت أكثر من خمسة أشهر على الهدنة الأولى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي والتي شهدت صفقة محدودة لتبادل الأسرى بين الطرفين ومنذ ذلك الحين مشاهدين تتعثر محاولات عقد صفقة جديدة بسبب ما تقول حماس أنه تعنط إسرائيلي ومحاولات القيام بخادعة كبرى بتحرير أسرها ثم العودة لقتل الفلسطينيين أما ناتنياهو فيسوق للإسرائيليين مشاهدين أنه يريد إتمام صفقة لكن حماس تتعنت في تفاصيلها وشروطها ويتبنى ووزير دفاعه يوارف جالند فكرة الضغط العسكري استراتيجية واحدة لتحرير الأسرى كما يقول وفي كل هذه الفترة تتواصل مظاهرات وأهالي الأسرى في يد المقاومة في تل أبيب للمطالبة بالتواصل لاتفاق لتحرير أبنائهم المقاومة الفلسطينية تتابع بتأكيد تلك المظاهرات ونشرت بالأمس مقطع فيديو لأسيرين لديها يوضحان في حجم الخطر الذي يواجهانه من أثر القسف الذي يهدد حياتهم ويوطالباني فيه حكومة نتنياهو بإنجازي سفقتين تسمحوا لهم بالخاروجي أحياء شهيدو معنى جوزأن من הבלווידאו نمצה פה בשבי החמאס כבר 200 وشניים يوم אנחנו פה نمصים בסכנה יש הפצצות וזה מלחיץ ומפחיד וזה נמשך כבר הרבה מאוד זמן ואני טועה וחושב לעצמי עד מתי המצב פה לא נעים, קשה יש הרבה הפצצות תوقيت نشر القسام لكلمة الأسيرين لديها سابق الموعد الأسبوعي للمظاهرات المعارضة لحكومة ناتنياهو والمطالبة بصفقة لتحرير الأسرة ما ساهم في إشعالها أكثر وأدى لتدخل الشرطة والاعتداء على المتظاهرين بعنف شاهدوا معنا وسائل التواصل الاجتماعي مشاهدين تفاعلت مع الفيديو على نطاق واسع هنا مثلا يشيد هشام بإدارة القسام للمعركة الإعلامية بالقول إدارة المعركة إعلاميا بكفاءة منقطعة النظير خاصة أنها تواجه أكبر ابراطورية إعلامية في التاريخ الصهيوني على حد قول هشام أما حسن مشاهدين فيقول ناتنياهو على الأغلب يتعمد قتل الأسرة حتى يسلب المقاومة كل أوراقها في المفاوضات ويواصل الحرب التي هي الضامن الوحيد لبقائه في الحكم الإسرائيليون أيضا تفاعلوا مع الفيديو يقول عمير هنا يجب إنقاذ أحبابنا بأي طريقة كانت ولن يكون هذا طالما ناتنياهو بن غفير في السلطة لا بد من تطهير مجلس الوزراء من هذه الحثلات وإنقاذ المواطنين والجنود الإسرائيليين على حد قول عمير فلا تقول بدورها يؤسفني أن أصدق الآن من تصفهم بالمخربين وأكذب رئيس حكومة إسرائيل كيف نصدقه وهو يردد أن الطريق الوحيد لتحرير الأسرة هو الضغط العسكري ونحن نشاهد الأخبار كل يوم بأنهم يموتون بالضغط العسكري ولا يتحررون على حد قولها